نشرح الانترو كوين البوليب بتتكون من 2 كومبوننت في صولد كومبوننت و سيستيك كومبوننت السيستي كومبوننت ده هو الجزء اللي هو موجود في المجزيلة اللي سيناس جوه السولد كومبوننت هو الجزء بتاع النيزل والكوين البورت بتاعت الانترو كوين البوليب تعال نشوف النهاردة ازاي نقدر نفهم الانترو كوين البوليب نشخصها ازاي نشوفها في سيتي ازاي نشتغلها صح ازاي بقدر اختار الابروتش اللي انا ممكن يخليني اشتغلها صح بالميكوز اللي هي اتاتش اللي المجزيلة لساينس فقلل فورسة بتاعها نبدأ الاول بسيتي وبعد كين نبدأ بالعملية ان شاء الله دي السيتي بتاعت الحالة لو قلنا ادي كومنت على السيتي دايت هنقول دي سيتي نوزو برانيزا لساينس كورونا الفيو بون ويندو وزاوت كونترست طيب تعال نشوف كده احنا ادي فرونتال بون فرونتال ساينس بعد كده دخلنا في الفرونتال رساس والانتيريور اسمويد بعد كده بورسوريوس مويد مرورا الى السيينويد طيب احنا خدنا شوفنا احنا خدنا شوفنا ماشي معانا كده ماشي معانا المكزيلري ماشي معانا للاخر اهوت وبعد كده هي مكملة اللي بس فيكشة المكزيلري للاخر بعد كده في ماس طالع من المكزيلري مكملة في نيزوفانيس مكملة معانا للاخر هنا طيب احنا شوف بقى هي طالع من المين استيم ولا من الاكسيسوري استيم احنا خدنا المين استيم في المنطقة بتاعت الانتيريور اسمويد يعني انا مفترض لو خدت هنا يبقى انا عندي ادي الانفيرير تيربنت ادي الميدل تيربنت ادي المكزيلري سينوس مفترض الليفل بتاع الناتشورال او المين استيم بيبقى في المنطقة دي كده اهوت ما عنديش يعني انا عندي شايف اللي بس فيكشة المكزيلري سينوس مش مكمل بحاجه هنا يبقى ده الناتشورال اوستيوم مفيش حاجه نازلة منه هنا بدأت هنا كده بدأت اشوف اهوت هنا الماس اللي موجودة هنا بدأت تطلع من هنا كده اهوت وتنزل هنكمل هنا هيت شوف كده او يبقى دي المكزيلري سينوس ادي الاكسيسوري استيم شوف هنا ده الانفيريور تيربنت ودي البوليب اللي هي هنا هيت يبقى انا عندي ميس فيلنج المكزيلري سينوس طلعت من الاكسيسوري استيم بوستيريور ومشيت اهيت معانا هو ده الانفيريور تيربنت دي البوليب فيلور تيربنت ادي البوليب ومشي معانا مكملة وصلت الحد اهو وورا كده الكوينة ادي الكوينة هيت اهيت بعد كده مكملة في النيزوفيرنكس هيت هي المفترض الانترو كوينة البوليب هتعمل لي يونيلاترال نيزل اوبستركشن الا لو هي لارج وبدأت تقفل الناحية التانية بتاعت الكوينة فممكن تعمل بيولاترال نيزل اوبستركشن تمناها انترو كوينة البوليب طيب احنا قلنا المجزيرة اساسا الجزء ده كده على بعضه اسمه الانتروم اللي هو المجزيرة نفسه اسمه الانتروم خلاص فهي الانترو كوينة البوليب تطلع من الميكوزة بتاع المجزيرة ريساينس والمجزيرة ريساينس الجزء من الانتروم في بدل الجزء الانترو خلاص وبعدين هي بتمشي عن طريق سواء اللي هي بتطلع من ناتشر الاستيام او من الاكسيسوري اوستيام وبتروح بوستيريور توصل لحد الكوينة الانترو فنسميها انترو كوينة البوليب او كيليان بوليب اول وصف لها كان 1753 وبعد كده كيليان وصفها في 1906 وصف كامل فانترو كوينة البوليب ممكن نسميها كيليان بوليب ده بالنسبة للسي تي شوفنا وشوفنا كيف نقدر نفرق هي من المين اوستيام ولا من الاكسيسوري اوستيام وشوفنا كيف نقدر نحدد الاكسيسوري اوستيام وكننا شرحينها في المحاضرة بتاع السي تي تعال لنشوف بقى العملية هتتعمل ازاي واحدة واحدة كده بازن الله احنا بنبدأ العملية الاول الي نحن بنبدأ نعمل اوبينغ زي ما قلنا ادريلين واحد على واحد ولنعمل عشان اشتغل عملية واحنا شايفين كويس بدون بدون اي حاجة اول حاجة احنا لدينا احنا عندنا ادي الانسي نتهوت ادي الانفيريور تيربنت اهوت. ادي الانترو كوين البوليب قدامنا هي. طيب احنا عايزين للميدل ميت سنعمل ايه? هنعمل رقم واحد خليب انا الاول حتة دي بتبقى هارد شوية مش هنعمل هنا. بعديه على طول بنبدأ نعمل ونعمل وهدي عندي وبنبدأ نشوف دي كده عندي الانترو كوين البوليب قدام. يبقى خلاص ادي البوليب هيت. المفترض الناتشرال ادي الاسمويت بولا ادي الانترو كده وادي البوليب قدامنا. اوقيت كتير جدا البوليب دي بتبقى موجودة ويعني وصلة اللي هي الحاد بتاع النوز. برضو هتنا فضل نعملها دي بالميروسيل ادرينالين لحد ما تبقى في الاخر اا الدنيا بالشكل ده وانا شايف الارجن بتاعها. طيب ايه اللي قدامي ده? انا لو خدنا بقى ادي الانفيرور تيربنت ادي الميدل تيربنت لو شفنا دي في ناس بيقولوا على ديت كده ده دوبليكيتد ميدل تيربنت لأ ده هو نفسه فبدأ مبين لي ان ان ده ميدل تيربنت وده ميدل تيربنت لأ هو نفسه. احنا قلنا احنا بنعرف بتلات حاجات او او بطلع بل اجزلة بتاعت الميدل تيربنت وانزل معي. فيبقى ده ايه ده الانفيرور تيربنت. يبقى انا عندي ده الانفيرور تيربنت. ده دي الاسمويت بولا. ويبقى مبين الايه المفترض عند بتاع الاسمويت بولا. انا هنا دخلت مقفول بعد كده فتحت بعد كده ببدأ اعمل اللي هو الحد ماوصل اللي هي موجودة هنا اللي هي اللي هي طيب. انا كده لما فتحت بفتح ايه? انا بفتح وباجي بعد كده بيجيكو بعمل اوت فرقشور للهوريزونتال بارت بتاع الانفيروت وبعد كده بيجيكو بعمل اوت فرقشور لهوريزونتال بارت بتاع الانفيروت ده كله انا ما ليش دعوه بالجزء اللي هو ايه? انا لسه ما جيتش نحية البولب خالص انا انا جاست بعمل ميدل ميتال يبقى انا عندي عملت هنا للجزء اللي فيه جزء بسيط عملت لو خدنا بقى كده اهو انا كده دي المجزيلة من جوه ودي وزي ما كنا شايفين في ان دي اساسا طلع من مش من فانا محتاج انا دلوقتي اللي انا اعمل ايه اشيل الجزء اللي هو ما بين العشان اوصلهم ببعض علشان ما يحصلش وابدأ اشتغل كويس وابقى اشايف الانتروكوين البوليب كويس بتاعها بكل حاجة تمام حالي انا محتاج اشيل جزء ده لأ انا بشتغل ممكن اشيل الجزء بسيط منه هنا عشان يديلي اكسس كويس اللي انا اشوف المجزيل كويس مش لازم انا اروح بقى اشيل الانسنت كله هنا وبعد كده اعمل رؤوريا هنا ورؤوريا هنا واعمل اتروجينيك فرونتال سانسايتوس وانا اساسا ما عنديش اي مشاكل خالص غير فين غير في المجزيلة فانا الجزء ده كافي ووضح للمجزيلة كلها من غير ما يجي عند الجزء الفوقاني خالص انا الموضوع كله انا عايز اشوف فين بتاع الانتروكوين البوليب ده عشان انا ابدأ اختار ايه الطريقة اللي انا هشتغل بيها ازاي يعني هل الانتروسوم اللي انا فتحتها دي كافية في كل الحالات اللي انا بشتغل فيها مشكلة لو انا مش هلتهاش بالكامل هيبدأ احصلها هي الفكرة دلوقتي في ان عشان اشتغل صح المفترض احدد بتاعها صح لو انا حددت بتاعها صح هبدأ اشعلها بالكامل بتاعها مش هيبقى موجود طيب هل انا بقدر احدد بي اوب بالسي تي الاتاتش منت بتاع الانتروكوين البوليب لا مش زال المسلا يعني في السي تي في الموجودة بتحددليه في السي تي وفي الامار اي اللي هو موجود فيه الامار اي في حالات بابلومة. لكن لا اقدر ان احدد بري اوب بسي تي لوحدها. انت بان لان اتدتش من انت بان اتدت الانتروكوين البوليب. لان اجعلها صحة بالكامل فلا ترجع اخر. انا اول ما بفتح الانتروستومي فتحت كده. ببدأ احدد الانتروكوين البوليب لان الانتروكوين البوليب تحديده هو اللي هيقول لي بالزبط انا هشتغل ازاي؟ طيب لو انتروكوين البوليب دي طلع من البصير والمجزيرة الريسانس هنا. خلاص هيبقى الانتروستومي لان الفتحة دي كافية. هشيلها هشيل الانتروكوين البوليب. وبالميكوزة لا تتاتش منت بتاعها اللي هي موجودة في الساينس. فلما هشيلها خلاص يبقى انا اشيلتها بل كان مفيش مشكلة. طيب لو هي بادها عندي بستيريور هوا. سواء بستيريوميديل او بستيريولاترال هقدر اشيلها. طيب لو انفيريور برضو الجزء الانفيريور ممكن الانتروستومي يبقى كافي بالنسبة لي. طيب لو هي بقى تطلع انتيريور انترو ميديل او انترولاترال. هي الفكرة كلها على حسب الاتاتش منت هبدأ احدد هل انا هيكفيني لانا اعمل ميدل ميتر انتروستومي. ولا هل هيعمل ميدل ميتر انتروستومي ويز مينمال اكسس سروق الانفيريور ميتر. قل ترانس كنين ابروتش. عن طريق الانا كنين بنكشن. وادخل بشيفرة وبقالة فيها جزء كيرفت فابدأ اشيل مثلا انترولاترال بارت. ولا لا ده كله لازم احدده قبل ما اكمل شغل بتاعي علشان اعرف انا هكمل شغل ازاي. فادي الانتروكوين البوليب قدامي هيط. انا كده بالعدسة الزيرو شغل يخلص على كده. فادي الانتروكوين البوليب قد اعرف انا هكمل ازاي. دي العدسة السبعين اهوت. طبعا احنا بنقول لما بنحط العدسة السبعين تاني. لازم نعمل وايد بالانس تاني. انا دي الميروسيلة انا كنت احططها في الاول. شغلت الميروسيلة دلوقتي اهو. انا دلوقتي ادي الول بتاعي بتاع المجزيري ساينس. الميكوزة هنا في لي ما فيهاش حاجة. وهي مسكة هنا. مش يعني مش قادر احدد قوي هي مسكة. مستلي انفيريور في المنطقة دي. احنا ممكن ندخل بالميروسيلة كده. وندخل في البلين اللي احنا قلنا عليه. هنا ميكوزة. ممكن ندخل. اشتغل بالميروسيلة واحدة واحدة كده. وشفات جي. كده كده هنحتاج الات كيرفت في الانتروكوين البوليم. طبعا لو انا معي مسلا حاجة زي شيفر كيرفت ستين تسعين. ودخلت واشتغلتها من الاول كله. ده كويس جدا. بس لازم بشاف بالعدسة السبعين. ده جي كوريت. بنحاول اللي احنا ايه. ندخل. ادي الميكوزة. ادي الاتاتشمنت بتاع البوليبة هي نفسها. انا بدخل بالميروسيل. وبنبدأ. نعمل كومبريشن بالميروسيل. نحركها. بحيث اللي هي تجيبلي site of attachment. هي دخلة في البلين ما بين الصينة سول وما بين الانتروكوين البوليب. تماما. بدأت تديلي سبيس اكتر هوت. يبقى كل ده مش مش الاتاتشمنت بتاعها. او كل ده مش الاتاتشمنت بتاعها. ده كل اكسيتنشن ليه. انما مش الاتاتشمنت لاني شايف الول هنا ايه. free خالص او. طبعا العدسة السبعين يعني عايزة coordination كويس. وتتدرب عليها كويس قوي. برضو هنشيل ده كله. بحيث نبقى منظفين مكزيل ريساينس كويس قوي. ده بقى بقول بروب الحاجات دي كلها. هنشوف برضو احنا قادرين بالسبعين ندخل جوه خالص. اهوت. ونشوف طبعا. هي مثلا لو هي هنا كده. لو هي. ده انتروميديل. هناك فوق هي انتروميديل وانتروليتر. لو هي انتروليتر كده. الادوات دي كلها مش هتقدر ايه. مش هتقدر تجيبها. بنرجع نبص تاني. شايف العدسة. قادرة تجيبلك كل الايه. كل الول هنا. انا لو شاك مثلا مكان زي هنا. ده مثلا. الحتة دي كده. هجيبها ازاي. هيفتح. اللي هو قلنا. هنشوف دي الوقت هنشرحهم كلهم. بس الكلام ده اللي انا في الاخر بابص بالسبعين. ولقيت لسه في عندي. هنشوف الاكسس هاي برزاي. شاحنا ندخلنا بليكس اللي هنا قب. احنا بنحاول نجيب الايه للتاتش منت بتاعنا. انا بحدد ان ده للتاتش منت. فبشيل واحدة واحدة كده. خلاص انا قريب منه خالص اهوت. فابدا اشيله. طبعا فيه الات مخصوصة المكزلري. لو موجودة تبقى افضل من ده كله طبعا. برضو هنشيل واحدة واحدة كده. وبعد برضو يبدأ دي هيت كانت مسكة. في الانفيريورول هنا. وبعد ما نشيل برضو هندخل بالميروسيل. تاني. وندخل على الجزء ده. اهوت. اي ايش. ان ده للتاتش منت هوت كانت جاية كده. وندخله بالميروسيل. وهننضف الحتة دي كويس. بحيث ما يباش فاضل اي ريملنت موجودة. الميروسيل بالشفات الجيه هيفيدني كويس قوي. الا لو هي بعيدة او في الانترولاترال. شايف الجزء انفيريور هوت. انت بتشيلها كلها. بتنضفها واحدة واحدة. بحيث ما تسيبش اي ريملنت. بالمساعدة بتاعت العدسة السبعين. شوف كده ده الجزء الانفيريور اللي كان موجود هنا هوت. ما عادش فيه اي حاجة هنا خالص هوت. هو انا بس بالسبعين كويس. تماما اهو. ما فيش اي حاجة خالص اهو. هنا 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 كده كل ده. فري. وادي جزء الميكوزة اللي احنا اللي كان ماسك فيها متشيل. والمجزيرة اللي ساينس كومبليت اللي فيه ما فيهاش اي مشكلة. شوف انا اعمل 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 هيوج ميدل ميتل انتروستومي. علشان اقدر ابص كويس. وقدر ادخل بالسبعين. واشوف كل الحاجات بتاعتنا كويس. مايباش فيها اي ريملنت موجودة. شوف احنا دلوقتي لو عايزين نعمل. لو انا لقيت خلاص هي انفيريور. لو انا خلاص انا دلوقتي اشتغلت ووسعت. وفي نفس الوقت. جيت ايه. لقيت فيه جزء انفيريور. او انترو ميديل. يعني وانا مش قادر اوصل له كويس عن طريق العدسة السبعين او ممعيش ادويت. هنعمل حاجة اسمها ايه. مينمال اكسس سرو انفيريور ميتس. ادي الانفيريور تيربنت. اول حاجة نعمله ميديلايزيشن. هنروح نحدد مكان. النيزول اكريمال داكتو الهازنر فالف. يعني لازم نشوفه الاول هو بيبقى هنا تحت الاجزال بتاع الانفيريور تيربنت. اهو احنا حديدناها هوت. ادي الهازنر فالف هوت. وادي الانفيريور تيربنت اعماله ميديلايزيشن. وابدأ خلاص ابعد عن ده. واعمل فيرتكال انسيجن هنا. فيرتكال انسيجن هنا كده. واجي رافع في لايبة. من المنطقة دي كده. وايجي اعمل دريلينج في البون اللي موجود هنا باي حاجة. ممكن بالكسل الاب ده واجي داخل بيه. ممكن بمشارح واجي داخل. الميديا الليقول بتاع المجزيلة ريساينس ما بيباش هارد بون ولا حاجة. واجي داخل بقى عن طريقة افتح ويندو هنا كده. ادخل لي المجزيلة ريساينس من هنا. ادخل هنا بالادوات. اداء كيرفت او حاجة. وببصص بالعدسة السبعين منين. وببصص بالعدسة السبعين من المجزيلة ريساينس. واشيل الجزء اللي فيه مشكلة. او ادخل بالشيفر من هنا كيرفت او حاجة. وبرده وبصص بالعدسة السبعين. وممكن ادخل بالعدسة من هنا. يبقى انا ده المكان اللي انا هفتح فيه. اخلي بالي بقى مسلا لو انا فرفعت فيلابة هنا كده في المنطقة دي. وارفع الفلابة وهدخل في البون ما اجيش مسلا من مكان الانسان بالظبط واجي داخل في البون. لا ده انا ارفع الفلابة شوية. واجي اعمل يعني فاتح جزء بون هنا. وداخل شال الجزء بتاعي. واجي امرجع الفلابة ببقى فيه جزء مكان البون اللي انا فتحت عشان الفلابة ترجح هنا عليها فتقفل دي تاني كامل. فما يحصل لش اللي انا بفتحت فتح انا تعملي زي فاكرة الاكسسوري اوستيام وناتشوري اوستيام بعد كده. تمام? يبقى ده اول حاجة لو هي انفيريور او انتروميديا القريبة مني هعمل مينيمال اكسس روز انفيريور ميتس طيب لو هي انتريور او حالة حالات حالات نعمل الدينكر. ايضا البريفورما بريتش اراه هنا هتلاقي فيه مكان بون هنا بديل مجزيرة ساينوس هنا. وبعدين هنا كده الليتر اللول بتاع المجزيرة ساينوس والميديا اللول بتاع المجزيرة ساينوس. انا بادخل هنا وبفتح برضو البون اللي هنا بشيل جزء من البون في بتديلي بتدخل المجزيرة ساينوس من الانتيريور بارت فبقدر يدخل مكزيري ودي يعني كويسة جدا في حالات ريفيجن مش بنعملها في حالة اول مرة ايه اول مرة تعمل حالة ريفيجن وطبعا فيه اللي هو الترانس كنين ابروتش والترانس كنين ابروتش برضو نفس النظام احنا بنيجي عند الجزء اللور بتاع الايلا كده وناخد خط ونيجي ناخد خط ميد بيوبيلاري لاين ونيجي يبقى فيه هوريزونتل اللي هو عند اللور الايلا وفيه فرتكال من الميد بيوبيلاري لاين واجي داخل عند القناة الفصة من المنطقة ديه وخلاصه باجي بالتروكر والكانيولا وبرده واجي داخل من خلاله ايه الجزء اللي هو الانترولاترال بارت بتاع الانتروكوين البوليب يتشال كويس يبقى ادي الانتروكوين البوليب اهيت تماما شايلنا كلها وان بيس المجزيرة يصاينس عندي خلاصة اهيت تماما طبعا الانتروكوين البوليب كبيرة لدرجة اللي احنا مش قادرين نشايلها كلها من النوز كوان بيس يعني اهيت 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 الدنيا تماما هيا تخلص لازم ندخل تاني في الاخر بالعدسة السبعين ونبص كويس ونشوف لو فيه اي مشكلة لو فيه اي ريمن انت باقية هادي اهوت الداخلين شايفين المجزيرة ريساينس كويس مفيش اي حاجة باقية ده الميكوزة اللايننج اللي هو اللي كان السايد بتاع الاتاتشمنت بتاع الميكوزة ده الانفيريور بارت احنا ما عندناش اي مشكلة هنا كده هود يبقى انا شايف المجزيرة ريساينس كويس دلوقتي شايف الجزء الميكوزة اللايننج اللي كان عامل اتاتشمنت بتاعه صفحة انفيرورة او الجزء اللي كان جانبه هنا بقية الميكوزة اللايننج بتاع الاسنس فيه زي ما هو هود لازم الاجتally eight quick video الميكوزة سايد بتاع الاتاتشمنت ممكن اصم الازم ممكن بالmeyeكروديبرايدرera الحاجات الانجل. واكل الجزء بتاع الميكوزة اللي هو سايد بتاع الاتاتشمنت لازم اشيل سايد بتاع الاتاتشمنت باي طريقة ايا كانت. بحيث قال الانتروكوين البوليب في الاخر لازم اشخاصها كويس. ما اعتمدش فيها على السن. مش مرتبطة لها لازم اه هي مص كومن في اوانج ادلت. بس ممكن تجي في واحد خمس سنينة ممكن تجي في واحد تمانين سنة. لازم بقدر يفرق ما بين الانتروكوين البوليب والانفرت بابللومة في الناس الكبيرة. لازم بقدر يفرق ما بين الانتروكوين البوليب وانجوفايبرومة. طفل مثلا 11-12 سنة عنده انتروكوين البوليب. في حالات بكده. شاقول ان على طول ده بتاعي بس ممكن تب انتروكوين البوليب. فلازم باري سي تي كويس. لازم بعمل دياغنوز كويس. بفاهم انا الحالة ماشية ازاي. السايد بتاع اللي انا بحدده انتروكوين البوليب هو اللي بيحدد لي الابروتش بتاع الحالة اشتغله ازاي؟ بالتوفيه ان شاء الله وتحت امر حضرتكم في اي سؤال بازن الله.